بسم الله الرحمن الرحيم ازيكا شباب ان شاء الله مع بعض كده هنكمل الجزء بتاع الشطر التاني احنا هنا في الحصة دلوقتي بنتكلم على الجزء مهم جدا الجزء ده بيجي دايما في الامتحانات معنا فنركز معنا في الجزءية ديت لان الجزء ده فعليا زي انا بقول كده مهم تمام كده طيب الجزء ده بيحكي عن ايه حاجة اسمها البرشر اللي هو الضغط تمام طيب يبقى انا هنا اخدنا في الحصة اللي فاتت اخدنا بداية الشابتر التاني وبعد كده اخدنا موضوع الطفو واخدنا موضوع اللزوجة وبعد كده حلت الشيط بتاع مين بتاع الطفو واللزوجة والجزء الاولان بتاع اول شابتر يعني اللي هو بتاع القوانين والاربع اللي احنا انضم في الاول والقانون العام للغازات والانبوبة الشعرية تمام كده ده محتويات المنهج عندك لحد دلوقتي طيب وحلنا الشيط زي ما انا اولتي كده من شوية. تمام? والجزء اللي بعد كده عند ا tandقققه اللي هو الضغط ويقول عن ايه؟ اول حاجة في حاجة اسماع увидеть. دا معناها ا�� بيساوي ايه؟ بيساوي الضغط الجوي زائد الضغط مين؟ القياسي خبلك من العلاقة دي لان بعض الاحيان بيجي لك في الامسي كيو تمام سؤال يجي يسألك يقول لك الضغط مثلا القياسي مثلا بيساوي كذا تمام كده؟ اذا كان الضغط القياسي مثلا بيساوي اي رقم هيساوي قد ايه ابسوليوتر طيب ساعاتها المفروضة تقول لي بيديل الضغط الجوي طيب حلو ايه ضغط الجوي ده لازل تكون انت عارفه كمتب كام عشان لو مدلكش الكيمة دي ضغط الجوي تقريبيا بيساوي 10 قص 5 باسكال 10 قص 5 ايه باسكال او 10 قص 2 اللي هي 100 يعني بوحدة الكيلو باسكال تمام كده؟ طيب انا امتى بستخدم 10 قص 5 اللي هي بوحدة الباسكال وامتى بستخدم 10 قص 2 اللي هي بوحدة الكيلو باسكال والله الموضوع بيعتمد على الجدج ديات لو ام اديه لك بوحدة ايه؟ لو مدلك بوحدة الباسكال ساعتها هتعود ضغط الجوي بالباسكال لو مدك هنا ده بالكيلو باسكال هتعود ده بالكيلو باسكال ماشي كده؟ طيب افض الجدج دوات مدلك بوحدة البار مسلا البار ده معناها ان عشان تحاو من بار الى باسكال اضغط 10 قص 5 يبقى كده بقى باسكال اهو ساعتها استخدم الاتموسيون بالايه؟ من الباسكال يبقى المهم من عندي في القصد هنا في الكلام ان لازم يكون الوحدات مالها شبه بعضها طيب بعد كده في حتة نظرة هنا بقولك ايه؟ بقولك الابسوليوت بريشر الضغط المطلق طيب قالك هنا ماله دايما بيكون بوزتف موجب طيب لكن الجدج بريشر الضغط القياسي ماله بيكون ساعات بوزتف او مين او نيجاتف يبقى الضغط المطلق دايما ايه بوزتف انما الضغط الجدج اللي هو القياسي ماله بيكون ساعات بوزتف والساعات بيكون مين؟ نيجاتف تمام كده؟ طيب امتى بقى بوزتف وامتى يبقى نيجاتف وبيعتمد على ايه في الحالة دي؟ زي احنا شايفين هنا هوات بقولك هنا جدج بريشر اللي هو الضغط القياسي كان بي هنا بوزتف او نيجاتف يعتمد على أنه هو فوق أبذ ب 보여 prestation هل هو فوق الضغط الجوي؟ لو هو فوق الضغط الجوي بيكون ساعتها مينة بوستف طيب لو هو داخ掫 الضغط الجوي بيكون مين نائة وكأن فينا خط هو الخط ده هو الضغط الجوي لو أنا فوقه يبقى هنا الضغط ده بكام الكرياسي بوستف تبقى لو تحته يبقى الضغط الكرياسي ماله ليس كده؟ طيب ده هنا الموضوع بتاع الكصة دي طيب اهو القانون بيساوي ايه بتاع الضغط اصلا القانون بتاع الضغط ده بيساوي جاما ااتش جاما اتش الجاما د rein تأتي Bots اللي اسمعه اسبيسيفيك ويت اللي هو الوزن النوعي وده اتكلمتنا عليها في اول الشرط الخالص طيب مش هي يابس superstition دي اصلا كان يساوي الكسافة في عجلة الجاذبية ات كان يساوي الكسافة في عجلة الجاذبية ومرض دي كان يساوي شيطاة التانية اللي هو الوزن على الحجم самые إنش ضعباته دلوقتي يبقى الهี بريشا تداوات بيساوي كسافة عاجرة الجاذبية في اله اللي هي دينستي اللي هي عاجة الجاذبية في الهي اللي هو الارتفاع اللي هوه طيب ممكن اشير دا هي طروف جي اللي هي كسافة عاجرة الجاذبية مكان يا مين الجاما طيبiska هنا طبعا في المسألة او في الحاجات القوانين دا اتباع اعرفك كل حاجة معناها ايه الس watching هو الوزن النوعي. تمام كده? طيب. هنا برضو حاجة هنا معينة في القصة دي ان هو في بعض الاحيان في المسائل ممكن ما يجدلكش الكسافة ولا الجامعة. تمام كده? طيب بيديك حاجة منها تجيب من? الجامعة او مين او الكسافة? طيب ايه الحاجة اللي بيديك حاجة اسمها الاسبيسيفك الرافتي. طيب لو نفتكر ان الاسجي دي ات بتسوي ايه? بتسوي الاسجي بتاعت اي سائل? بتسوي كسفة السائل ده على كسفة المية اللي المفروض بالف في النظام الدولي او بتسوي الجاما بتاعت الفلوود ده على الجاما بتاعت مين المية يبقى الاس جي بتسوي كسافة السائل اللي هو بتكلم عليه على كسافة مين المية او الجاما بتاعت السائل ده على جاما مين مية فبالتالي لما يكون مديك الاس جي ساعتها منها احسب الجاما او الكسافة على حسب ما انا عاوز تمام كده طيب حتى الاس جي بتاعت اي فلوود بتسوي الجاما بتاعت الفلوود ده على الجاما او بتسوي كسافة الفلوت ده? على كسافة المية. وكسافة المية المفروض في النظام الدولي بتسوي كام الف? بواحدة الكيلوغرام على متر مكعب. ده ان هو النظام الدولي. طيب في معلومة برضو مهمة جدا نازم تكونو اخط بالك منها ان هو لو جيه في اي مسألة. وقالك انا عاوز اللي هو الضغط القياسي. ماشي كده? في المسألة احنا نحل لها دلوقتي. لو جيه طلب منك اللي هو الضغط القياسي. معناها انك تلقى اتحط الضغط الجو بصفر تلقى اتحط الضغط الجو كان بصفر ماشي كده يا جماعة طيب معلومة مهمة جدا هقولها دلوقتي وكمان بتيجي سؤال نظري في صح وغلط تمام كده السؤال اللي انا اقوله دلوقتي ده سؤال مهم بيجي في الاختياري في الامسي كيوب بقول لك زابريشر الضغط عند نفس المستوى يكون ثابت طبعا ده علاقة صح انما لو هو جي في السؤال مسلا قال لك هنا زابريشر اللي هو الضغط عند نفس المستوى قال لك ليس ثابت يبقى دي اجابة بالنسبة لي هنا ايه اجابة غلط السؤال ده حيث ده هيت بتيجي في الاسئلة بتيجي في الاسئلة اللي هي الامسي كيوب اللي عندك اللي اختياري او صح وغلط تمام كده يجي يقول لك هنا الضغط عند نفس المستوى سابت ده علاقة صح والعلاقة ده هيت اساسا انا هستخدمها بعد كده في موضوع المسائل ماشي كده القصة دي طيب ده بالنسبة لايه للصفحة دي هنا بقى في السؤال ده هبدأ احل المسائل على الجزئية دي طيب قبل ما هبدأ احل المسائل لازم تنكس في الكلام اللي اقوله دلوقتي عشان تفهم انا هحل ازاي ماشي كده جماعة طيب تعبقى نشوف ايه اللي هيحصل عشان احل المسائل احنا ببدايا كده من شوية قلنا ايه قلنا ان الضغط بيساوي ايه لوو الضغط هوات بيساوي او بيساوي الكسافة فعاجة الجزبية في ميل في قومة الاتش اللي هي لهوا طيب وقلنا ايه تاني وقلنا انه هو الجامة ده هيت او الرو ده هيت ممكن يدهها لك جهزة طيب هي الجامة دي معناها ايه دي قلنا عليها اللي هي اسمها الوزن النوعي طيب والكسافة ده هيت اللي هي ميل اللي هي الدينيستي طيب في بعض الاحيان زي ما انا قلت من شوية انه هو ممكن ما يدركش الجامة ولا الكسافة تبدأ يديك حاجة تانية تجيب منها مين الحاجتين دول على حسب المسألة بقى طيب يديك هنا بقى يقولك ايه يقولك يديك هنا الاسبيسيفيك مين الاسبيسيفيك جرافكي اللي هي الجازبية النوعية وبرضي لها مسمى تاني حاجة اسمها الاسبيسي اللي هي الكسافة النسبية اللي اتنين دول نفس الرمز بنفس المعنى اللي هو بيكون اسمه ايه اسمه الاس جي تمر كده؟ طيب هي الاس جي دي بتساوي ايه بقى؟ قالك الاس جي بتاعت اي بتاعت اي On بتاعت ايtech current سائل عندك بيساوي كسافت الفلود دا على كسافة المية واللي هي المفروض بالف في النظام الدولي او بتساوي جامة بتاعت الفلود دا على جامة بتاعت المية مثلا لو انت عارف هينا لو اذا بنشتغل مسألة نظام دولي ماشي كده هيبقى كسافة المية مفروض في الف فيقوم محجاي هو مديرك الاس جي. تضربهم في بعض اللي اتنين تحسب نها مين? كسفت الفلوت. فبالتالي ادعوض ساعيتها بالايه? فيه المسألة بالموضوع ده. طيب. بعد كده ايه تاني عندك قلت لك عليه? تاخد بالك منه? ان الضغط الجوي اللي هو البيئة اتماسير ده. قلنا بيسوي هنا عشرة تقريبية يعني عشرة قصة خمسة بسكار. او ساعات بيسوي عشرة قصة اتنين بالكيلو بسكار. هو اصلا كده كده الكيلو ده معناه عشرة قصة تلاتة. الكيلو معناه عشرة قصة تلاتة. في العشرة قصة اتنين يبقى توتل كله كام عشرة قصة خمسة. ماشي القصة دي? طيب. ايه بقى موضوع الضغط اللي انا عايز افهمه في القصة دي? انا عندك في موضوع الضغط ده في مسائل ماشي بيبقى فيها حاجة اسمها منومتر موجود. تمام كده? وفي مسائل تانية ببيكونش فاهم منومتر. وبيكون فايتانكات. تمام كده? في كنت الاحوال في حاجة انا هقولها دلوقتي. الحاجة ديت لو انت فهمتها تقريبا باذن الله طعف تحلل المسائل. طيب انا هتخيل دلوقتي معاي مسلا ايه? تانك كبير هوات? التانك الكبير ده جواسة واقع المختلفة. وليكن مسلا هنا ده السائل الاولاني مسلا يعني السائل الاولاني للحد هنا مسلا هوات? ده السائل الاولاني. وفي مسلا سائل تاني هوات? ومسلا فيه سائل تالت هنا. طيب هنا السائل الاول هوات? وهنا مسلا فيه سائل تاني. اللي هو موجود هنا ده سائل تاني خالص هوات? وفيه بعد كده فيه سائل تالت خالص. وبعد كده فيه واحد هنا ايه? حاجة تانية مختلف خالص عن نوع. وليكن هوات. طيب كل سائل من دول? كل سائل من دول بيكون لي ايه? بيكون ليه? وليكن مسلا هنا ديت هنا ايه تش واحد. الارتفاع بتاع السائل الاولاني. وده ارتفاع السائل التاني. وده هنا ارتفاع السائل التالت. وده هنا ارتفاع السائل مين الاخير ده? طيب. كل سائل من ده اكيد بيكون ليه كسافة? او جمه ما هو لو ليه كسافة ليه جمه مش جمه بيتسوى الكسبة في عاجة الكسبية. فهقول كسافة او جمه ايا كان يعني. طيب. هنمتخي илли سائل ده ليه كسافة مسلا او جمه مسلا والليكم مسلا جمه اولينيا. وده ليه هنا جمه تانية. وده هنا ليه جمه تالتة? وده هنا ليه جمه مين? ارقم اربعة. وانا جيت وقلتلك وانا جيت وقلتلك ان انا عايز احسب الضغط عند النقطة اللي تحت دي. وليكن مسلا عايز احسب الضغط عند النقطة رقم واحد دي. وعايز احسب الضغط عند النقطة رقم اتنين. وعايز احسب عند تلاتة. وعايز احسب فقاة هنا. وفي كلمة واحدة هتقابلها اللي هي بوتوم دي معناها ان هو معناها ان هو عايز احسب عند القاة. فالكلمة دي هتقابلها في المسائل. فقم بالك منها معناها ايه يا انا? طيب انا دلوقتي والله انا عايز احسب اول حاجة اول ياتكم مثلا الضغط بتاع رقم واحد. عايز يحسب الضغط رقم واحد هيساوي كاف. مابدايا كده الضغط ده معنى ايه? معناها حاجة بتضغط من فوق وانت نازل. معناها حاجة بتضغط من فوق وانت نازل. طيب. انا لما اكون واقف هنا عند الجزء ده كده. هل هي علاقة بالجزء اللي تحتي? لا خالص. انا واقف هنا عند الجزء اللي فوق ده. فالمفروض ان انا هضغط من فوق واننازل. تمام كده? طيب اول هذا أول حاجة سأقambل لديه إن كانت هذه القط gusto انك زر بالضغط القناة طيب اذا بدأت عندما ولمك سأمش في أي طرح بر 260 كانت أي الطحر الأمام كل ما حاجته ساءتها هذا القطع اذا كنت فأنا سأحسب بعد أن أحد أن أول شيئا أقابل لا cognitive يقول في سائل比 وهي CitizenP 1 كان يساعد Hoff rebels زائد من? جاما واحد اتش واحد. او جاما اتش بتاعت السائل الاولاني يعني. تمام كده? تمام. طيب. انا عاوز احسب الضغط عند النقطة رقم اتنين. عاوز احسب الضغط عند النقطة رقم اتنين ده ايه? احسبها ازاي? الضغط ده معناه ايه? بالبقى دي كده الحاجة اللي بتضغط. تمام كده? طيب. انا واقف عند اتنين اهو. اول حاجة اقابلها الضغط الجوي. بعد كده همشي في السائل الاولاني فاقول جاما اتش بتاعت السائل الاولاني. وبقى كده همشي في السائل التاني اقول gama h تاك السائل التاني. ماشي كده? فيبقى ال b 2 بتساوي. الضغط الجوي زائد مين? gama 1 h 1. زائد gama 2 h 2. واخد بالك من حاجة. لما اجي احسب ال h 1 ده هي ال h بتاعت السائل الاولاني باخد ال h بتاعت السائل بس الاولاني. فما تجيش بعد كده وانت بتحسب gama 2. ماشي تقول لي 1 زائد 2. لا. انا بحسب ارتفاع السائل رقم 2. اللي هو كام هنا h 2. طيب ما تجي ندخل مسلا نحسب مسلا حاجة تانية. الضغط عند 3. فبالضغط عند 3 اللي يحصل. نفس الفكرة بقى دلوقت. انا اول حاجة هنا هاجي من فوق. هلاقي التانك مفتوح فحص الضغط الجوي. بعد كده همشي في السائل اولاني يبقى gama h 1. gama h 2. gama h 3. فهين اعود ضغط الجوي هوت. زائد مين? gama h 1. زائد gama h 2. زائد gama h 3. طيب نفس الفكرة بقى اهيت لو انا جيت عند السائل الاخير ده خالص. اللي هو تحت ده خالص. نفس الفكرة. ضغط جوي. بعد كده همشي في السائل ده gama h 1. gama h 2. gama h 3. gama h 4. يبقى هنا ال b 4 ده هيت بتساوي مين? بتساوي القاتم الصفير اللي هو الضغط الجوي. gama 1 h 1. gama 2 h 2. زائد gama 3. h 3. زائد مين? gama 4 h مين? h 4. تم كده يا جماعة? طيب وكل نقطة هتلاقي لها علاقة بالنقطة اللي قبلها. بمعنى ايه? الكلام اللي اقود دلوقت ده مش ممكن تاخد بيه عادي يعني. خلاص التفهمت ده تمام قوي يعني. بمعنى ايه مسلا. انا ممكن اقول لك ان الضغط اثنين دوت هو مش الضغط الثاني ده هو الضغط الجوي زائد gama 1 h 1 تمام. تمام الجمع الضغط الجوي زائد gama 1 h 1 ده اللي هو مين? اللي هو الضغط الاولاني. فممكن اقول ان الضغط الثاني بيساوي الضغط الاولاني زائد مين? gama h 2. ده حاجة. ممكن اقول حاجة تانية. ده كله على بعضه اللي هو الضغط الجوي زائد gama h 1 زائد gama h 2 ما موجودة هنا هي. فممكن ده شيله حط مكانه مين? الضغط الثاني. تعام كده؟ طيب ما ده كله لحد هنا كده من بيئة مصفير لحد جمع ايش ثلاثة موجودة هنا هي فممكن اشارها كلها وحطوا ما كان هنا مين؟ الضغط رقم ثلاثة زائد الحتة دي الكلام ده مش يعني مش قصة اي او دلوقتي انا يهمي انك تكون فاهم اللي انا عملته دلوقتي طيب ملحوظة بقى مهمة جدا تركز معاك فيها قلنا من شوية ان الضغط الجوي تركز في الكلام اللي او دلوقتي عشان مهم فاهمك للحطة ده هيك هو ان شاء الله اللي يخليك تحلل المسائل ويكون فاهمها بازن الله طيب احنا هو ان الضغط الجوي بيساوي كم؟ الضغط الجوي ده وحدته بيقام بالباسكاليا بالكيلو باسكال واتفقنا انه هو هيكون بيساوي عشرة اوصة خمسة لو المسألة بالباسكال مثلا او عشرة اوصة اتنين لو انا هستخدم الكيلو باسكال طيب في بعض الاحيان ممكن ما تبقىش عارف او هستخدم دي ولا دي ممكن تعرف من الوحدة بتاعت الجامة من الوحدة بتاعت مين الجامة تفتكر فاكر انت الجامة كان بيسامش بيسام وزن على حجم وزن على حجم مضبوط الوزن ده كان وحدته ايه نيوتر والحجم ده كان وحدته ايه متر تكاين لما هو يدهالك الجامة دهيت في المسائل بواحدة النيوتر على متر مكعب ساعتها عوض بالعشرة اوصة خمسة ماش كده لو ادك الجامة دهيت بواحدة الكيلو نيوتر على متر مكعب ساعتها عوض بعشرة اوصة اتنين تمام كده القصة دي طيب ايه بقى الحالات اللي بيكون فقط ضغط الجو مش موجود معايا حسبيا طيب نركز كده في القصة دي عشان نفهم الموضوع ده اولا اولا لو التانك ده مقفول من فوق خالص ساعتها الضغط الجو مش هيقصر معايا لان ده مقفول طح كده ساعتها تأثير الضغط الجوي هو حاجة مقفولة هيقصر ازاي فساعتها الضغط الجوي هنا مش نحطه معانا في حسابية هيبقى مش موجود اصلا دي الحاجة الاوانية الحاجة التانية لو هو جي في المسألة قالك انعاوز الضغط القياسي كلمة جي جريت سعب تكتب كده او كده لو هو طلبها الكلمة هيت معاناها برضو ان الضغط الجوي بيساوي صفر ما تحطشه حساباتك طيب في حاجة تانية هقولك عليها او حاجة تالتة هقولك عليها دلوقتي تخب عليك من عكواس جدا هو ممكن يجي في مسألة ركز في الجملة اللي قرية دي ممكن يجي في مسألة يوم حجي مديك اتش واحد واتش اتنين واتش تلاتة او اتش اربعة والجامة مثلا بداية السوائل دي تمام ويبقى بديك وحداتهم بالنظام الانجليزي يعني انظام انجليزي يعني مثلا بديك الطول ده بوحدة الفيت ده الفيت مثلا وده نفس الكامل الفيت فانت ستك تعمل ايه؟ فهتقوم انت جاي معاوضت في القوانين دهيت تمام؟ وتقوم جاي عند الضغط الجوي معاوض برقم الاتنين دول فانت ها لو عاوضت بالارقام دهيت لو عاوضت بالارقام دي ومسأله نظام دي نظام انجليزي كده غلط اتالي لو عاوضت بالارقام بتاعت الصغيش الضغط الجوي كده بارقام دهيت كده في مسألة الوحدات بتاعتها rugby س غلط ليه؟ لان الصغيش الضغط الجوي هنا بحدياتهم بال المازال تمام كده تمام? طيب الباسكال ده والكيلوباسكال ده لو انت رجعته للشطر اولاني بتاع الوحدات والابعاد. مش كنت بقولك ان الضغط بتقاس بالباسكال في النظام الدولي. اللي هو الاس اي. اه قلت لي كده. طيب. يعني معنى كده ده نظام دولي. تمام كده? اللي هو الباسكال ده كان بيكافئ ايه? مع الضغط ده بيساوي كوة اللي هو نيوتن على ايه نا? على الكوة على مساحة على متر والستين. انت طبعا لو جيت تركز هتلاقي ان واحدة تبطل هنا بالايه? بالمتر هي هي. مزبوط? طيب. يبقى ارقام ديات متعوضش بيها اللي ازا كانت المسألة مالها. النظام فعلا دولي. اللي هو الانترناشنال اللي هو الاس اي. انما المسألة نظام انجليزي. تمام? ما ينفعش اتعاق بارقام دي هنا خالص. كده يبقى غلط. مفيش تكافئ ما بين الوحدات ديات. وبين ما بين الفتو والحاجات بتاع النظام الانجليزي. ماشا جماعة? فناخد بنا من القصة دي. طيب ساعتها المفروض ان انا عوض بايه بقى? والله اقول لك على كزا حل بحصل ساعتها. الحل الاولاني وده ما حصلش قبل كده. بس انا بقول لك ده لو يعني عايز يحصل ان هو مفروض يديك الضغط الجوي. ماشي بالنظام الانجليزي بيساوه كامل. لان هو هيكون اكيد رقم غير ده. بس ده ما بحصلش يعني. هنفتد ان هو حصل مسلا يعني خلاص عوض بالرقم ده. اللي هو بديه لك بالنظام الانجليزي. بش كده هيكون رقم تاني غير ده خلص. طيب او ساعتها ان هو يديك التانك مقفول. فساعتها خلاص كده 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 الضغط الجوه كام بصف. او يطلب الضغط الكياسي. فساعتها كده كده الضغط الجوه هيكون بكم بصف. مزبوك كده. فساعتها مش هستخدم ده خلص. ماشي يا جماعة كده? ده موضوع الضغط وما فيه. المعلومة التانية اللي انا عايز افهمها لك اقول لك عليها. انا لسه كده كده من شوية. الضغوط على مستقف واحد ما لها كونستانت سابتة. طب هاي المعلومة دي بتفيدني في حل المسائل? اه بتفيدني في حل المسائل. وانشوف كمان شوية مع بعض. ماشي كده يا جماعة? ده كده الشرح بتاع الموضوع بتاع مين? الضغط وما فيه. بالمعلومة دي بقدم دي بأكد عليها يعني. طبعا? احنا طبعا في اقول الحصة ان اللي هو في الاختيال في الامسكيو بيجي لك اسئلة على الحاجات دي. يعني اي بيجي لك ازاي? يجي لك مسلا ضغط القياسة مسلا بيساو كزا. المكافئ ليه? في الضغط الجوي بيساو كامل. طيب ساعتها مسلا او العكس يديك ده مسلا ويطلب ده. ايا كان يعني. طيب لو هو ميديك ده بوحدة البسكال. ساعتها ميديك ده بوحدة الجوي عوضه بعشرة واستخمسة. لو ميديك ده ده بوحدة الكيلو بسكال. ساعتها لما اجي عوض عوض ده كان بعشرة واستخمسة. هو الرقم بتاع عشرة واستخمسة وعشرة واستخمسة ده اللي هو التقريبي. تقريبيا. انما هو لو ادك الرقم بالزبط عوض اللي هو بالزبط الرقم اللي هو بتدولك في المسألة. ماشي كده يا جماعة? طيب هنا في اول مسألة معايا هنا بقول لك ايه? بقول لك ازا كان اللي سبيسيفيك جرافتي. لايه اس جي. حلو. بتاعة الجازولين. ده الجازولين اهو. لو انت مش فهم ترجمة الرسمة حكي يا نفسها. الرسمة حكي يا نفسها. انا والله من غير مقرأ الكلام. انا ممكن اقول لك نص المسألة عبدا عن ايه? ان هو دوت هنا جازولين. هو كتب لك جازولين. وده مية. ماشي كده? والطول ده تلاتة فت والطول ده سبعتشار فت. انتهينا شغال نظام انجليزي. تمام كده? طيب. قال بتاعة الجازولين بتمانية وستين من مية. انت عاوز ايه? بقول لك عاوز الضغط. ازا جازولين موتر انترفيس. يعني على السطح الفاصل ما بين الجازولين والموتر. اللي هي الموتر اقام واحد ده هاي? حتة دي كده. وحتى كتب لك جنبها واحد ايه. طيب وبعد كده مين? اند ازا بوتوم افزا تانك. بوتوم افزا تانك معناها كاعة مين? كاعة تانك ده اللي هو تحت ده. طيب وديك الجامعة بتاعة المية اتنين وستين واربعة من عشرة. باوند عالفت مكاعد. عايز الضغط هنا. بواحدة الباوند عالفت اثنين. وواحدة الباوند عالانشة اثنين. سيبك من الوحدات دلوقتي. خلينا اجيبلك الضغط ونشوف ايه يحصل. تعام كده? هنقلب الصفحة عشان نشوف نحن المسألة تحل ازاي. طيب دي المسألة قدامة هيت. قال لك هنا ده في هنا سائل الجازولين وتحت في سائل المية. ومديك الجامعة بتاعة المية. في واحد يعني ساعات دماغه شغالة شوية كده. يقول لك ايه الجامعة بتاعة المية دي رقم غلط? ايه رقم ده? هي مش الجامعة بتاعة المية. المفروض ان انا بقول هنا الكساب عاجلة الجازبية. المفروض ان الكساب الف. وعاجلة الجازبية تسعة علامة تمانية واحد. فلما تجي تحسبهم مع بعض. مش هيطلع رقم ده اصلا. مظبوط? طيب الرقم ده على فكرة صح. بس ده بواحدة مين بون في النزام الدولي نيتن على متر واستلاتة. هو فعلا كده. بس ده في النزام الدولي. انما هنا في النزام الانجليزي. انما هنا في النزام الانجليزي اللي هو احدة هنا ايه. ده Ready on Fitta ايه. في الموضوع هنا طبعا مختلف. فده فعلاً كلام صح. بس في النزام مين؟ في النزام الدولي اللي هو الanci. انما ده هنا في وحدة في النزام الانجليزي. فطبعا هو جابلك الرقم جاهز. ماشي كده? طيب. المفروض بقى اللي يحصل هنا دلوقتي هنقض بقى نحل المسألة على حساس اللي هو ايه اللي هو مطلوب بتاعنا طيب تعاني شوف بقى يحصل ايه اول حاجة كلها اللي بدأ نحسب مين هنا الضغط عند الايه الضغط لكم واحد ده طيب هنقول الضغط عند واحد بيساوي انت مبدئيا عايز تقول ان هنا هتقول الضغط الجوي زائد طبعا ما بليجي نحسب عند واحد هوت المفروض اللي بحصل بنلاقي ان تنكى مفتوح فبنحسب مين الضغط الجوي تعاني كده لحد ما تحسب الضغط هنا عند الخط ده ساعتها يبقى انت بتقول هنا ضغط الجوي زائد مين جامع ايه تحت الجازولية طيب احنا اتفقنا انه الضغط الجوي ما هواش معايا كنتو في النظام الانجليزي معرفش كنتو بكام في النظام الانجليزي طيب هل هو ادهولك في المسألة لا طيب هل هو قالك ان تنكى ده مقفول برضو لا الطبيعي ان هو يجي في الامتاع يقولك ان هي جدش قياسي ما عندكش اكومة تحطها هنا للضغط الجوي فما تحسبوش معاك هنا في القصة دي تعاني كده يبقى انا ساعتها طبعا هتقول لي يا النقطة واحد ايه العاكتة بالنقطة اللي هنا ما نلسى هيلك انو الضغط على مستقفك واحد متساوية فواحد كاننا واحد هنا عاجي ماشي كده فالضغط الجوي ما تحطوش في حساباتك لان المسألة مالها هنا نظام انجليزي تعاني كده طيب اول ما مشي في السائل ده حساباتك ايه لهم اللي نحصل احصلت وهم هقالي الجامة ايه لهم تواخص الانجليد طيب هنا الجامة اللي هنا بتاعت مين الجسولين طيب هل انت معاك جامة جسولين لا مش معاية يليبقى هاتوم انت جامة بالوقتي هتقول هنا للس جي بتاعت الجسولين بتساوي جامة بتاعت الجاسولين على جامة بتاعت مين المائل تمام وبعدين الاسج بتاعة الجازولين عندك بكم? تمانية وستين من مية اهو تمانية وستين من مية بتساوي بتساوي مين peux juda Rain اللي انا عايزها على جامعة بتاعت المية جامعة بتاعت المية بكم? اتنين وستين واربعة من 10 اتنين وستين تمام كموه جماز دا كنati على واحد ايب放 ايبها واحد في جامعة جازولين بkat جامعة جازولين طيب بعد كم يساوي الاتنين الدول في بعض لما تجد يحسبوهم هتقول 68% في كم فيه 6240 طيب لما تضرب الاثنين دول في بعض اقولك الناتج عطول الوقت هتطلع معي بكم هيطلع معي هنا 42 علامة 532 تم كده الوحدة طبعا هنا بالباوند على مين على في التكعين هي نفس الوحدة بتاعت الجامة صح والغلاط ما دي جامة ودي جامة فهي نفس الوحدة طيب بتاعنا عود بقى هنا الجامة بتاعت الجازولين معي اه معي 42 علامة 532 فيه ايه شي جازولين ده اللي هو الاتفاع بتاع الجازولين اللي موجود فيه التانك طيب هو الجازولين موجود من اول هنا كده لحد تحت هنا اللي هو كنته اديه هنا بسبعتاشر هي يبقى هنا اتفاع الجازولين في هنا في التانك ده اديه 17 تمام كده اقرب دول في بعض كده يطلع معاك الوحدة هنا بتساوي او الرقم يطلع معاك بيتساوي كم بيساوي 721 باون على الفتق الستنين تم كده تمام هذا اللي كان برضو انا عاوزة بواحدة تانية اللي هي بواحدة خلط الارج pose Philip كان فلوحدة دي 오늘 على انش قس تنين احول من ذلك لذا ازاي ازاي احول من ذلك إلى ذا تمام كده عازا على فت القرم الفت والانش الفت والانش دول عمليم بالزبط زي 1.5 متر و السنتي في النظام الدولي اتقام كده شدت عندك 1.5 متر و السنتي في النظام الدولي تمام انا عندي برضه فت وإنش شبه بعض كده يعني بحاول لان افصلها لك كده شبه المتر و السنتي اتقام كده طيب 721 دهيه تلاقي باوند على فت قس 2 ازاي حاولت باوند على إنش قس 2 والتحولة ديت انت كطالب تحفظها لي تكون عارفها اتقام كده ازاي بحاول ما بينهم بعض قالك يقسم على اتناشرا قس 2 ه يقسم على كم اتناشر قس 2 طبعلا متقسم على اتناشرا قس 2 اللي هي كم مية والاربعى عاربعين فتقسم دعلا كم هنا امية والاربعى الرابعين هتقام طول دعلا ده هيطل معاك الأنينات الجين اقولك przed ا guten'ämä قوات هيطلع معايا بخمسة باوند على إنش قس 2 تعلم كده جماعة طابها كده ف الامتحان ماشي تاب ليه هي في الاساس طلعت على فت قس 2 D storyline uns 2 ودي هتفت قص اتنين. ليه في العساسة هتفت قص اتنين? لانك والله بكل بساطة الجمر اللي معوض بقى وحديتها ايه? فت. اي ان كان قص كام? فبالتالي الناتجة لا يطلع بالايه بالفت? مظبوط. طيب. بعد كانت عاوز مين? عاوز الضغط عند اطنية. اهو. وكل بساطة الضغط عند اتنين. تعال نشوفه وهيمشي فيه. انا الضغط تجوش لنا من حساباتنا دلوقتي وقلنا السبب. طيب. انا اول حاجة هيبئلها هيمشي فيه التنك بتاعة الجسولين. يبقى Gama H جزولين. وبعد كده همشي في التنك بتاعة المية لحد ما وصل لتحت خالص. يبقى Gama H مية. يبقى اها عندي اتنين Gama H. Gama H بتاعة الجسولين? وعند Gama H بتاعت مين؟ بتاعت المية. طب ما هيجمع H الجسولين اصلا انا لسا حاساب من شواء سبعمية واحد وعشرين مش محتاج تحسبها تاني. تمام كده? فتقول سبعمية واحد زائد جاما بتاعة المية معهم ادهلك 220 و4 من 10. اهلية 220 و4 من 10. في H بتاعة المية. H بتاعة المية اللي هي بكام? ارتفاع المية في التانك! ارتفاع المية في التانك قد ايه? ثلاثة فتة! يبقى ثلاثة هو! احسب الحزبة دي كلها! هيطلع معك هنا الغطة لقم اثنين. هقولك النتج على طول!! بيساويuhan 908 واثنين من 10. بقسب مين! تواجد حين... على مين? على فتة الصدنية! طيب لو انا عاوزها بالوحدة بتاعت الباوند على الانشوز اتنين وهو نفس الكلام تقسم على كام على مية اربعة واربعين هيطلع معاك سعادة الناتج بيساوي ستة علامة تاتة واحد باوند على الانشوز اتنين طبعا انا مش هنا انا بطلع لك النواتج عطم المزكرة عشان ما نضيعتش وقت ونقعد نحسب ماشي يا جماعة كده ده كده حل اول مسألة معايا اتعاندا gesagt هيك مسألة متوسلة بممانوميتر كماتلك أزلت مشراح الشرح العادي مع مسألة الانشوز انا دلوقتي في الحصة احاول أتحسلك المسألة الانشوز بتاع الضغط مع مسائل الحصة. بحيس ان انا اقفل لك موضوع الضغط كله مع بعضه في الحصة دي. ماشي كده? طيب. يبقى انا هنا في القصة دات هعمل ايه? هشرح المسائل اللي موجودة عندي في الجزئية بتاعة الضغط اللي موجودة في الشرح الكتاب العادي او المذكرة كمان. وهضف لك الجزء بتاع الضغط اللي موجود فين في الشيت. بحيس ان انا اقفل لك مين موضوع الضغط كده ومخلص وخلص وجمعت لك كل المسائل فيه ومش محتاجة حللك الجزء بتاعه في الضغط وخلاص ماشي كده جماعة طيب اهو يبقى ساعدة هنراجعه على السريع يعني ايا كده طيب دي اول مسألة خلاص شرحناها هوت تمام المسألة اللي بعد كده دي خلاص كده ايط المسألة بتاع اللي بعد كده دي بتاعت المانوميتر هيت اللي بقولك عليها دي مش هشرحها دلوقتي انا هشرحلك اللي مش متوسط بالمانوميتر واللي هي موجودة فين هتلاها بقى في المذكرة اللي جاية ماشي اللي هي بتاعت الشيء واللي هي هي تكون سؤال في الشيء اصلا طيب لو ركزنا كده دا البرط رقم كام سبعة؟ تمام كده؟ انا شغال في البرط اللي فاتوا رقم ستة وحلقت لك اول مسألة في الضغط عليه طيب انا بعمل كده ليد دلوقتي انا عايز اجمعلك مسألة التضغط مسألة الدغط مع بعض في حصة واحدة طيب المسألة دي شوف اول مسألتين دول لالتانا واحدة دي برضو على الضغط ولست impose منها خلاص دلوقتي طيب انا عايزك كامع pum مسألة رقم ثلاثة ومسألة رقم اربعة في الحصة دلوقتي. هدفهم معي دلوقتي المسألتين دول. طيب. احنا سيبنا من كل الكلام دا دلوقتي. انا عايز المسألتين دول اللي موجودين في حل الشيك. طيب دي المسألة الاولان اللي انا بتكلم عليها دلوقتي هي. بقول لك هنا عندك تانك مغلق. مقفول. هو اللي اعليك هو مفيش نقطة جوة هنا هيتحسب معي. بقول لك مملوء جزئيا يعني حيطة دهيت هنا فيها جيمين بقول لك في شوية هنا هوا مضغوطين هنا مقفول. ما ده مقفول. ففيش شوية هوا هنا مضغوطين. طيب. قال لك اه افزا اير بريشر ضغط الهوا ده انزا تانك في التانك ده قال لك بيساوي تمانية باوند على الانش قصة اتنين. تمانية باوند على الانش قصة اتنين. والباوند على الانش قصة اتنين ده المكافئ للبي اس اي. ماشي كده? وفي تحولة هنا هتتم مهمة جدا. طيب. بعد كي بقول لك اه زا دبس اوف جلسلين هومك الجلسلين ده او الطول بتاع الجلسلين اللي هو الساعة بتاع الجلسلين في التانك اديه اتناشر فت. بقول لك عاوز الضغط. اين باوند على الفت قصة اتنين. بص كده. قلت لك المتر والسنتي ما ينفعك اشتغاله مع بعض. نفس الفكرة هنا في النظام الانجليزي. الباوند الفت قصة دي ومين? والانش. تمام كده? طيب طلب لنك الضغط بالواحدة دي. اتزا بوتوم. الكلمة انا قلت لك عليها اللي هي في القاة يعني. وقال لك الجلسلين الوزن النوعي. ليه? الجلسلين. تمانية وسبعين. وستة ومانعاشر باوند على الفت قصة ثلاثة. مسألة سهلة جدا. ما بيش فيها اي حاجة خالص. غير ان هي تحويلها فقط لغيرها هتتم دلوقتي. طيب. دي المسألة قدامها هي. دي المسألة. تمام كده? انا عايز احسب الضغط فين? عايز احسب الضغط عند النقطة اللي تحت هنا. نقطة رقم واحد داي. اللي هي فين? اللي هي في القاة. طيب ما تيجي نحسب كده الضغط تحت هنا هتحسب ازاي? هتقوله الضغط عند واحد. اللي هو يمثل ضغط القاة. طيب. تعاوا واحدة واحدة سوف نقطعك من شوية. هل التانك ده مفتوح عشان نحط ضغطي جوه معي في حساباتي? لا مش مفتوح. طيب. بعد كده همشي في التانك ده. هلاقي هنا فيه هوى مدك اصلا ضغطه اسمي بي دوت. اهو. تبقى بي دوت. طيب. هكمل ماشي بقى انا بضغط اسمه ضغط. فاستجاي من فوقه نازل لتحت. ده كده مشيت في الهوى. اللي هو الضغط البي دوت. وبعد كده فضلتي ماشي 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 لحد ما زلت للقاة. طيب انا مشيت فين دلوقتي مشيت في الجلسرين. فمشيت في سائل اول. لما مشي في سائل اقول ايه? جاما اتش بتاعت السائل ده. اللي هو اسمه ايه? الجلسرين. تمام كده? طيب ديت هنا. الجلسرين اهيه. طيب. تعال عوض كده معي. البي واحد اول. بتساوي بي دوت اللي هي تمانية. انا هعوض لك دلوقتي التمانية بس التمانية دي مصصح. واقول لك ايه السبب? خليه معاك واحدة واحدة. تمانية هي. على زائد قصد. جاما اتش بتاعت الجلسرين. طيب هو كام مديني معلومات في المسألة? ثانية واحدة. كام في المسألة بقول لك هنا الجلسرين. اسبيسيفيك ويت. اللي هي الجاما بتاعت الجلسرين دهيت. كام بتساوي كام? تمانية وسبعين وستة من عشر. وحداتها باون على الفت اس تلاتة. طيب وانا اتفقت معاك من شوية. وهو اصلا الهالة. وحتى لو ما الهاش تكون عارف المعلومة دي. ان البي ايه الساوي ديت معناها باون على انشو اس اتنين. باون دي على مين? على انشو اس اتنين. تمام كده جماعة? طيب مظبوطة كده تمام. اعمل ايه بعد كده بقى هنا? يبقى احنا هنكابل بقية المسألة بقى عادة اوت. الضغط اللي هو البي دوت اللي هو ضغط الهو بتمانية. زي الجاما بتاعت الجلسرين مديها لك جاهزة. مش محتاج تعمل اي حاجة. هتقول تمانية وسبعين وستة من عشر. في اتش بتاعت مين? الجلسرين. اتش بتاعت الجلسرين اللي هو ارتفاع الجلسرين في التانك اللي هو الحتة ده اديه اتناشر هي. طيب. المسألة خلصت? المسألة اه فعلا خلصت. بس في بس حاجة بسيطة خالص هنعملها دلوقتي. ايه هي? البي دوت ده هي وحدتها بالباوند على الانشق اثنين. انت محتاج ايه? محتاج ان الباوند على انشق اثنين ده يتحول يكون باوند على مين? على فتق اثنين. طيب انا لسه عامل لك التحولة دي بس بالمقلوب المنشوية. ازاي? مش كان من شوية مسألة كنت بحلها كان ده معى وكنت عايز احوله دا? مش دة كان معايا وكنت عايزة احوله دا. مظبوط كنت بعملية ساعاتها باسم على اثناشر قصو اثنين. طيب لما قلعك العكس من باوند على انشق اثنين باوند على الانشق اثنين عشانا حوولها الى باوند على الفتق اثنين الا يحصل اضرب بقى في اثناشر قصو اثنين. اللي هي كام اصلا 144. اللي هي اثناشر اتناشر. فساعدة تقول تمانية في مية اربعة واربعين. تاني. انا من شوية وانا بحول المسألة اللي فاتت. كان في الناتج النهائي. لما كان بقولك انا عاوز الوحدة بالبوند على الفيت قصة اتنين. تعان كده. وعاوزها بوحدة البوند على الانش قصة اتنين. مساعدة كان ده الناتج اللي معي? صح كده? طيب. وقلت لك ساعدة عشان تحول من ده. الى ده اقسم على كام? على اتناشر قصة اتنين. طب لما يكون العكس بقى هترفق مش اتنين. ماشي كده? هتحسب كل مدايات. هيطلع معاك الضغط هنا بيساوي كام? اقول لك النهائي على طول اهوت. بيساوي الفين خمسة وتسعين واتنين من عشرة. بقى عند عالفيت قصة اتنين. هل دي مسألة صعبة? لأ خالص. ما فيش اي صعبة في الموضوع خالص اهوت. الموضوع بسيط جدا. هي ايه الفكرة في المسألة? التحولة? ما خلاص. طيب. الاخوة بقى البصماجية. تعان كده? عشان بس نبقى عشان كده. لو هو جفت ضغط هنا. تمام? لو هو جفت ضغط هنا. وقال لك ان دي مسلا الرقم ده ايا كان رقم بيساوي كام مسلا? على الفيت قصة اتنين. هو كان مديك البيضات برقم بيساوي وحدته على الفيت قصة اتنين. هل في داعي ان انا عامل التحولة دي? لأ طبعا ما تحولش. ما يكون لها فيت قصة اتنين. تحول ليه? فانت سعيتها بقى اما كان على فئة معينة من الناس. يقول لك اه ده البشماندس ابراحك يعمل ايه? قال لك درب في اتناشر قصة اتنين. يا ابنة دربت في اتناشر قصة اتنين عشان ديعت على الانشو قصة اتنين. انما نفترض مسلا ان هو جبالك جاهزة. تضرب ليه? تمام كده? ده بالنسبة للمسألة دي. مسألة سهلة خلص سهلة ما فيش فاقة اي مشكلة. هنا بعد كده في المسألة التانية هي تلي هي موجودة برضو لسه معايا في الشيت. يعني دول المسألةين بتوقع الشيت اللي انا محتاجة حلوهم لك دلوقتي عشان تبقى انت مجمع المسائل كلها المهمة. تعال كده? بقول لك هنا في تانك اهوت? هو بخبالك هنا بديك هنا بقول لك التانك ده عبارة عن ايه استوانات كده موجودة? وقال لك الديامتر اللي هو كتر كل استوانة من دول هنا او كتر كل تانك بيساوي ارقام دي. لهمش ايه لازم عندي في المسألة. ما لهمش ايه لازم عندي ارقام بداعة الديامتر دي. خالص. طيب. قال لك ايه بقى هنا? لو جيت تركز هتلاقي ان التانك ده هنا في اويل. وبعد كده الوزيت وبعد كده في مية الوطر وبعد كده في جليسلين وبعد كده اللون ده هنا اللي هو مين? اللي هو الزبق. طيب هو بيقول لك كده. بقول لك الكلامة هو اللي هو بيقوله في معنى الشكل يعني. طيب انت عاوز ايه هنا? قال لك هنا انا عاوز هنا كالكولات احسب لي كراءة المانومتر يا جماعة هي اللي موجودة هنا عند الاتش. طيب. خلنا برضو انا مرتبين معلوماتنا ان احنا شرحنا مسألتين اللي فاتهم ما كانش فيه مانومتر موجود. المسألتين اللي جايين دلوقتي دي واللي جاية هيكون فهم من مانومتر. طيب كده? طيب. قال لك ايه بقى المانومتر ده هنا? عاوز يحسب مانومتر قراءة المانومتر اللي هي اسمه اتش. يعني لو جبالك قال لك يحسب لي الاتش ماشي او قراءة المانومتر برضو ماشي. طيب وقال لك هنا الابسوليوت بريشار اللي هو باتموسفير بيستوى ميت كيلو باسكال. واداك هنا الاسبيسيفيك ويت اللي هي الوزن النوعي بتاع الاويل والمية الووتر والجليسرين ومين? والزقبك. اداك كله عرقامهم موجودة. يعني اول رقم دوت بتاع الاويل اللي هو سبعة. وبتاع المية تسعة وثمانية. وبتاع الجليسرين اتناشر. وبتاع الزقبك كان مية وتلاتية. وحدته كيلو نيوتن على متر مكعب. ده معطيات المسألة بالمطلوب بتاعها. حتى المواطلات هيت. جمعتها لك كده في جدول. بحيس انت تفهم اكتر. الاسبيسيو كويت اللي هو الوزن النوعي بتاع الاويل بسبعة. بتاع المية تسعة وتمانية. بتاع الجليسرين اتناشر. بتاع الزقبك كان مية وتلاتية وتلاتية. وعرفت كده اتشد هيب السوق كان بس دي خلينا جبالك من الشكل عشان تفهم. مش كده? طيب نرجع كده للمسألة. مسألة سهلة جدا. انا طالما انا اشغال على مسألة فيها مانوميتر باشتغل ازاي? باشتغل بقاعدة ان الضغوط على مستوقف كواحد متساوية. طيب من انا وحتة بقى ابدأ اشتغل عن الضغوط على مستوقف كواحد متساوية. من الحتة الفصلة اللي تحت دي ما بين السن اللي هنا ده تمام? ويه السن اللي هنا ده يعني السن اللي هنا ده وتغوت. صح partعا كده? الفايسة باللون ده واللون ده هو الخط ده كده طيب. يبقى عندي نفس الخط ده كده يبقى كده الضغوط على المستقف كواحد مالها متساوية اهي يبقى صدع الفاصل بين الاتنين دغوط طيب ده كان هنا مين ده كان هنا في الاول وده كان هنا المية وده هنا السائل ده كان اللي هو الجليسرين وده هنا كان مين الزبق تمام كده نتاكد برضو عشان ايه يبقى مكملين مزبوط تمام كده ومديك الجامطة هي تلاقي اللي بداية السائل دي كلها وكلها وحدتها نفس الحاجة كيلو نيتن على متر مكعب طيب نعمل يا جماعة هنا هنقول الضغوط على مستقف كواحد مدساوية طيب بنجي عند النقطة ده هيات كده اللي هو سطح الفاصل بين السائلين دول ونقض القط هناك كده ونقول الضغط هنا بيساوي الضغط اللي هنا سمي بقى واحد واثنين سمولي ايو بي سمي زي ما تسميه يعني ايو بي مسلا واحد سميه مسلا واحد واثنين اي حاجة مش ده الفايصل معايا طيب فتقول الضغط مسلا عندي ايه بيساوي الضغط عندي بيه او لو انت سميتها واحد واثنيني بالضغط عندي واحد بيساوي الضغط عندي اتنيني واشتغل ازاي بنفس القاعد اللي انا قلتها من شوية ضغط يعني تضغط منفوق وانت نازل تمام كده تمام تعان شوف ما لا يحصل اول حاجة الضغط عندي ايه ده بشي بحتاج ان انا ااجي من فوق وانا نازل تمام كده تمام اولا هيجي تبص فوق هتلاحين كده مفتوح فتقول هنا هاخد الضغط اه. وخصوصا ان المسألة هنا مش نظام انجليزي. طبعا كلها نيوتن اي كلها متر ونيوتن وكلام من ده. فنظام دولي. فمتاح ان انا هحط الضغط الجو بالباسكالو او كيلو باسكال. طيب. فهنا الضغط الجو معايا في حساباتي. انا هشيله كمان شوية حسابيا بس خلينا معاك واحدة واحدة. الضغط الجو قلنا هو عشان الضغط ده التانك ميلو مفتوح. بعد كده همشي في السائل ده فهقول جما ايش تاعت القوين. وبعد كده همشي في السائل ده اقول جما ايش تاعت ميل? المية. وبعد كده همشي في السائل ده لحد ما موصل لتحت هنا هقول جما ايش تاعت ميل الجليسلين. حبالك الجليسلين موجود في التانك كده وفي العمود ده هنا. نزل لحد تحت كده. فكده انا هنا عشان احسب الضغط عندي ايه? الضغط جوي. مش هيد في الاويل جما ايش اويل. مش هيد في المية جما ايش مية. مش هيد في الجليسلين جما ايش اوية زائد جاما ايتش مية زائد مين نمسح دي بقى كده زائد مين هنا عدنا اا جاما ايتش جروس فيه تعمل كده طيب بيساوي 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 ايه انقل بقى عند النقطة قولة هناك اللي هو الضغطة عند بيه اهو الضغطة عند بيه اول حاجة هتبص عليها العمود بتاع الامبوبة دي هتمالها مفتوحة هي مفتوحة يبقى معرضة للضغط الجوي يبقى بيه اتماسفير وقبالك ساعات بكتبوا البيه اتماسفير كده ممكن اكتبه بيه دوت لتنين حاجة واحدة بالنسبة لي ماشي طيب يبقى الضغطة الجوي هنا طول ما دي مفتوحة هي الضغطة الجوي بيقصد لحد بيوصل للسائل كده ضغطة جوي مشيت بقى في السائل ده كده يبقى جاما ايتش تاعت السائل ده طيب السائل اللي هو مين اللي هو الزربك فتقولي انا ضغطة جوي زائد مين جاما ايتش بتاعت مين الزربك اول زائد جاما ايتش بتاعت السائل اللي هو مين الزربك حسبيا بقى دلوقتي اين لا هيحصل حسبيا الضغط الجوي اللي هنا هيروح مع اللي هنا انت لو جبت ده هنا الجنبي ده هيجب عكس الاشارة فتقول بيقص بيه اتماسفير ناقص بيه اتماسفير يروح مع بعض بتاعت كده فممكن من البداية اصلا ما كنتش تكتبهم بس انا طبعا بحاول فاهمك الموضوع من البداية عمل ازاي كله يحصل بعد كده هتعوّق طيب جاما بتاعت الايل عندك اه بسبعة اهي في اتش بتاعت الايل ارتفاع الايل قد ايه? في التانك بصة كده التانك هنا هو هي saw here واحد من عشرا وعشا بتقول سبعة واحد من عشرا زي جاما بتاعت المية ب08 ايه في اتش بتاعت المية ارتفاع المية في التانك ادي من اول هي الحد هنا ارتفاع تانك في مية من الاول حتى دي كده لحد هنا كده اللي هو واحد من عشرة اللي هو اللون الحمر ده كده يبقى تسعة وتمانية في واحد من عشرة زائم جواب بتاعت الجلسلين عندك اه باتناشرة ركز في Hold عندك بكامل الجلسلين دوت لونه اللده غم Name من الاول هنا لحد تحت هنا يبقى ارتفاع الجلسلين هنا في التان كده اتنين من عشرة فيه ناس كتير بد خلط لتمري الأول من عشرة اللون دوت نازل لحد بتاعت هنا. فالتفاع الجلسين في التانك قدي دلوقتي اتنين من عشرة. هتقول اتناشر في اتنين من عشرة. بيساوي جامع بتاعت الزربك معي مية تاعة وتلاتين. فيه اتش بتاعت الزربك اللي انا عاوزها. ده في مشكلة في المسألة دي. لا خالص. احسب ده كله وشو هتطلع معك بكام. لما اجي احسب الحزبة دي كده هتطلع معي اربعة علامة صفر وتمانية. الكلام ده كله بساو كام? مية تاعة وتلاتين من han? طبع. يبال han την ا اعاوزها دي. هتساوي كام? هتساوي اللي هناك على اللي هنا. يبال h بتساوي اربعة وتمانية بين مية. على مية تاعة وتلاتين. لما اجي نحسب القصة دي طلع معك كده القومة ال� دي بتساوي وحدثها اه 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 وهتساوي قصلي تاغتا من مية متر ده كده ارتفاع ال h. اللي هنا دي. الو ارتفاع الزربك يعني. او كراءة المانومتر. تمام كده عليه تمام. طيب. في سؤال هدفولك دلوقتي اللي هو هنا ايه. اللي هو كان عاوز الابسوليوت بريشر. اللي هو كان عاوزه اصلا. او هو عاوز كمانو متر. وبعد كده هنا حاجة اسمها الابسوليوت بريشر. البي ابسوليوت. الضغط المطلق في اول الحصه بالتقول لك ان الضغط المطلق هو عبارة عن الضغط القياسي زائد الضغط الجوي زيقى الضغط القياس وانا بتدقطوه ليس مختلف معي. هيبقى الضغط الابسوليوت اللي هو الضغط المطلق كان يساوي ميه؟ بيساوي. الضغط الجوي اللي ho 지난 اتموسفير زائد مين? الضغط القياسي. طيب اعود بيد الوقت هنا. ركز معاه في حتة اللجاية دي عشان مهمة جدا. ركز معاه في حتة اللجاية دي. الضغط الجوي. والضغط القياسي. خلينا في الضغط الجوي الاول. طيب انا نزام دولي? اه نزام دولي. عرفتي منين? الوحدات هنا بالمتر هي. ابسل حاجة خالص اقرفت منها. طيب. الضغط الجوي. اه باشموند سأل لنا عشرة وشتة خمسة. طيب كده? لو هي بوحدة مين? البسكال. والبسكال اصلا نيوتن على متر وشتين. او عشرة وشتين بوحدة مين? الكيلو بسكال. اللي هي ارض متكافأ كيلو نيوتن على متر وشتين. طيب السؤال بعد دلوقتي. هل انا اعود بالعشرة وشتة خمسة? ولا اعود بالعشرة وشتين? ده سؤال. اجابته فين? اجابته في الوحدات ده هي. الوحدات بتاعت الجامة ده هي. بالايه؟ بالكيلو. كيلو نيوتن. فطبيعي انك تعاوض بالكيلو اللي هو عشرة وشتين. اللي هي مية يعني. ده اول عندهم. طيب البي جيج ده اللي هو ايه? الضغط الكياسي انا قلت لك من شوية في اول الشرح بتاع المسائل قلت لك لما يجي يقول لك انا عايز الضغط الكياسي اللي هو البي جيج ده معناها انك بتحسب الضغط بتحسب الضغوط عادي بس الضغط الجو بيكون بيسوا كم بيسوا صفر مش معي حسبيا مش معي حسبيا طيب انا اصلا انا اصلا حتى لو انا مش عارف انا ما عنديش في المسألة اساسا خب الضغطين الدغط عند ايه والضغط عند بي? وهما كده كده اصلا بيصوا بعض. فلو عدت يمين شبال مش هكلا اضغط التانية موجودة في المسألة. هما اهم الدغطين وهم كده كده بيصوا بعض بحاجة واحدة مام بيش عن الضغط ده دلو اente مش واقيد بانك. هو ده هو ضغط الوحيد اللي موجود مبيش ضغط تاني موجود هم اللي التين حاجة واحدة طيب انا لسه اقل لك من شوان الضغط القياسي معناه انك تحسب الضغوط بس الضغط الجوي يكون بكان بصفر هل حسبيا لما جيت تحسب ده هنا هل كنت ضيف الضغط الجوي معك في الحسابات لا ما كنتش حسبه معي شلته من هنا مع هنا حسبيا شلته فمعنى كده ان هنا حسبت الترف ده بدون ضغط جوي يعني معنى كان الضغط قياسي انما انما لو انت كنت حاسب ده مع ده كده او انت ضيف قصل ضغط جوي في الموضوع لو انت ضيف ضغط جوي في الموضوع مسألة تانية لا ساعتها كده مش ضغط قياسي يعني امتى يبقى ضغط قياسي لو انا مش حاسب الضغط الجوي في حساباتي انما هنا في المسألة دي طبعا حسبيا ده هيدروح مع ده ماشي القصة دي وزي ما بقولك كده لو عدت تدور يمين شمال مش هتلاقي له هو ضغطين والضغطين اساسا بيسوا بعض اللي هم الاثنين دقوا ده بالنسبة للمسألة دي والمسألة ديت مسألة موجودة في الشيط ماشي يا جماعة كده طيب بعد كده اتبقى لها مسألة واحدة هارجع بقى للمذكرة اللي فاتت اللي هي المذكرة اللي كنت مشرح منها اساسا يبقى انا حليت لك اول مسألة من المذكرة العادية وبعد كده رجعت لدخلت على الشيط حليت لك المسألتين اللي موجودين في الشيط ماشي كده هارجع بقى للمسألة الموجودة في المذكرة اللي فاتت اللي هي فيها اصلا مسألة برضو بتاعت مين المانوميتر وتعانيش هو يتحل ازاي طيب ده المسألة اللي بعد كده انا بتكلم عليها طبام يعني الوقت اشغال ما بين البرض رقم ستة ورقم سبعة مش في السبعة ده اللي هو يكون بعد كده حل الشيت طيب هنا بقول لك ايه بقول لك كولوس دي تانك تانك بقى فوق طيب بقول لك هنا مضغوط هنا بهوا يعني التانك ده من فوق كده فيه شوية هوا واند اويل وهنا فيه اويل هوات اللي هو الزيت طبام قال لك الاسبيسيفيكي بتاعت الاويل مدهلك بتسعة من عشرة طيب بعد كده انا بقول لك يوتيوب مانوميتر حطينا هنا مانوميتر هوات على حرف يو يعني قال لك هنا يستخدم مين بيستخدم مين الزيبك اللون ده كده اللي هو الزيبك والاسبيسيفيكي بتاعته مدهلك تلاتناشر ستة من عشرة طيب انا لو مستان ترجمة الرسمة حكيها نفسها ماشي كده اويل هوا اا زيبك اللي بيكون موجود في المانوميتر طيب قال لك ان اتش واحد ده بتساوي ستة وطاعتين انش الطول ده هوات بستة وطاعتين انش و اتش اتنين اللي هو اللي بتفعل ده كده بستة انش و اتش تلاتة بتساوي كام تسعة انش طيب انت عاوز مين بقول لك هنا عاوز البرشير ريدنج عاوز هنا فيه عداد هنا موجود العداد ده ماشي بيقسلك مين بيقسلك ضغط الهوى ده يعني الضغط بتاع الهوى ده هو ده اللي انا عايز احسبه و خبالك ان هو قال لك برشير جيدج ما تحطيش ضغط الجو في الموضوع ومش هتحطه اصلا طيب قال لك هنا جماعة بتاعت المية بتساوي اتنين وستين واربعة من عشرة باوند عا الفت قس تلاتة انا احنا شغالين نظام مالو نظام انجليزي خبالك ان الجامعة ده هيت وحدتها فيها هنا مين فت ايا ان كان قس كام و خبالك من اله 1 و 2 و 3 بالانج وانا مش هينفع اشتغل انج مع فت ماشي كتصة ده؟ طيب تعبع نقل بالصفحة ونشوف هنحل المسألة ده ازاي طيب ده هنا شكل المسألة هوت وهنا مديك الاسبيسيفيك جدافة بتاعت الاويل والاس جي اللي هي الاسبيسيفيك جدافة بتاعت الزيبك واله 1 و 2 و 3 هم تمدهملك بواحدات الانج ومديك الجامعة بتاعت المية باوند عالفت و 3 و 3 و 3 بدكس مع الفتو الانج عشان تاخد بالك عاوز هو طبعا مين؟ الضغط بتاع مين؟ الهواء الهين ده طيب احنا بطبع نشتغل بنفس المنطق اللي احنا تكلمنا عليهم شوي ان الضغوط على مستقفك 1 ما لها متساوية تعام كده؟ فبتيجي عند الضغط اللي هو الخط الفاصل اللي تحت ده خالص ماشي عند الحط دي كده بيساوي الضغط اللي هنا ده بالضغوط على مستقفك 1 ما لها متساوية بنيجا عند صالح الفصل بنزبك وسائل اللي فوقه ونمع جايك هتبين مثلا هنا ايه واحد مثلا واثنين او اي و بي فهيبقى الدغوط كده على مستقفك واحد مالها متساوية هي الضغط عند واحد بيساوي الضغط عند اثنين او تسميها اي و بي قلنا مش قصتنا خلص تمام كده طيب لكس بقى معايا اللي يحصل دلوقتي تمام اول حاجة اول حاجة انت هتعايز تحسب الضغط هنا مظبوط عند واحد طيب هتقول لي احسب الضغط من فوق انا نازل هتريت قول لي ايه انا هبص من فوق مش لقي حاجة همان اضغط عليك وقولك ان الضغوط على المستقفك واحد مالها متساوية فانت لو جد دخلت كده جوه هنا شوية كانك بتحسب من جوه كانك بتحسب من جوه فساعتها مع الضغط ده هو الضغط اللي هنا مالها اتنين حاجة واحدة الضغوط على المستقفك واحد متساوية فالواحد انا مش لقي حاجة فوقها هرحلها الجوة شوية عشان هبدأ احسب فقول اول حاجة ضغط الهوى اللي هقابله تم كده وبعد كده اقول مين هنا جامع اتش بتاعت مين الاول حتى لو دي تحتاج شوية في الرسمة مسلا هي مش قصتي انا ممن انا اوصل منين ده هنا اهو انت مترحل هنا هو الضغط هنا عند واحد او الضغط عند ايه جيت ابص من فوق مالاقتش حاجة مش عاقب احسب الضغوط من فوق مفيش حاجة اصلا طب واحدة واحدة مش هاليسه لكن اضغوط على المستقفك واحد متساوية فهنا ده واحد هو واحد هنا طيب انا همشي ازاي من فوق انا هنازل اول حاجة اقابلها هي ضغط الهوى ده اهو وبعد كده مشيت في الاول ده هقول جامع اتش تاعت الاول ده جامع اتش تاعت الاول ده هتقول هنا بعد كده ضغط الهوى زائد جامع بتاعت الاول في الاوتش انه اتش بقى ما اتركز كده الله كده الاتش تاعت الموجودة عنك اللي هو الان ارتفاع بتاع الاول هل هو واحد ولا اتنيا ولا تلاتة هو ولا واحد ولا اتنيا واثтра هلما ليه بصي كده ارتفاع الاول من اول هنا لحد النقطة اللي بتحسب عند ا pathogens ده الحيطة ده هتعد ايه الارتفاع ضغط عند اواحد ايه اتش及 اثنين اثآ اثنين اتش اثنين رaster اتبانك من حيطة دي تاني يا جماعة تاني اتبغت عند واحد ده هوت جيت احسبه ماشي فقلت لك انت ضغطت من فوق وانت نازل ما لقيتش حاجة من فوق وانت نازل قمت جاي جاي ان حادة شوية عندي نفس المستوى طيب مساعدت انا همشي في الهوى يبقى ضغط الهوى زائد جاما اتش بتاعت مين الاول طيب الاتش اللي عندك اللي هي من اول فوق لحد النقطة اللي هي على مصادر الحتة بتاعت الاول دهيت هي كام اتش واحد اتش اتنين اللي هي المسامة دي كلها ماشي كده طيب بعد كده خلاص الدغطة بقى عند اتنين اللي هي المقطة دي هنا بنساوي مين هنا الدغطة عند اتنين ده هنا قالك ان هي قابل مفتوح صح ماشي قلت لضغط الجو متقوليش ضغط الجو هنا لسه ما بين السبب الاولاني ان هو قالك بريشار جيتش وده يكفي ان يخليك الضغط الجو هنا بصفر تمام كده وكمان احنا شغالي نظام انجليزي والنظام الانجليزي معاش كنتم كام الضغط الجو تمام فمفيش هنا ضغط الجو حسب طيب يبقى انا هقول ايه هقول السائل بس ده هو همشي في السائل بتاع الزبق ده فقول جامة اتش تلاتة بتاعت الزبق هي بقى جامة بتاعت الزبق في اتش مين تلاتة هي نفس فيك اذا اهل فتش فيش اي مشكلة خلص طيب هو هنا بس محتاجش وقت حيائي قده اوضحها او احسيبها ايه هي ان الجامة بتاعت الحاجات دي مش معي طيب انا معي الاس جي بتاعت الاول ومعي الاس جي بتاعت الزيبك طب ما نجيبهم كده اهو اول حاجة تعمل ايه هتقول اول حاجة هنا ان الاس جي بتاعت الاول بتساوي مين بتساوي جامة اول على جامة مين على جامة بتاعت الميل تمام الاس جي بتاعت الاول معك اه معي بكم كموتها بتسعة من عشرة ايه بديب كده بتسعة من عشرة طيب الجامة بتاعت الميل بكم اطلب الاتنين دول في بعض. دول النSchICE بعد الامن يتضغط معك من معك raises gaining gemma oil. هاي بنエ tenga milaaa哦 oil بتسوي تسعة من عوشرة في اتنين وستين واربعة من عشرة. هؤلاء الكيموتان للوقتي بعد ما نحسبها. هندما نقول على اجابةيا انا. طيب ال S G بعد كعام بتاعت من الزباك؟ اهدا ال S G بتاعت مين الزباك هي. ال S G بتاعت الزباك достаточно öyle? التسوية ال Gama بتاعت الزباك ع люблю جناة بتاعت من المية. تمام كدا? اللي هي بتاعت الزبك بكامل? همي الديها لك تلات تاشر وستة عشر. تلات عشر وستة عشر. طب جما بتاعة المية اتنين وستين واربعة عشر. اغد غضب دولفو بعد كده. دولفو بعد كده. يطلق معك جما مين? دولفو زبك. تمام كده يا جماعة؟ طيب احسين لي بقى دي كده واشوقها تطلع معك بكامل? اللي اتنين دولفو بعد جما اويل تطلع معك بستة وخمسون وستشم من مية. وجما زبك للمنا نتركه اللي تنضل في بعض طلعها معايا تمنمية او معاليش ثانية واحدة تمنمية تمانية واربعين علامة ستة اربعة تمام كده جماعة تمام كده انا طلعت الجامعة هيا تباعت جهزة معايا طيب اول حاجة هيا ضغط الهواء ده المطلوب بتاعنا زائد جامعة اويل جامعة اويل طلعتها هيا ستة وخمسين علامة واحد ستة في اتش واحد زائد اتش اتنين سيبها معكتا دلوقتي بتساوي جامعة زائدك جامعة زائدك معاك بالكمه ده هي تمنمية تمانية واربعين علامة ستة اربعة في مين في اتش تلاتة طيب اتش واحد و اتش اتنين و اتش تلاتة ما عوضتش بهم ليه لان بكل بساطة الاتشات ده هي تكلها بوحدة الانش بوحدة مين الانش فبالتالي انا محتاج ان انا حول الانش ده الفت عشان تحول من انش الى فت اعمل ايه اقسم على اتناشر اقسم على اتناشر انش الفت اسم على اتناشر طيب فلما تليك يتعوج هنا مسلا ال H واحد H واحد بيكم نatemع اصلا بستة وتلاتين رجل اتش واحد فتقول ستة وتلاتين عل اتناشر ال H واحد طيب H بوعدت مين الانش بطبل ستة عل اتناشر طيب H ثلاتة بوعدت مين الانش يبقى تسعة عل اتناشر الوحدة بتاع الانش والفت ده köt انتى تكون حافظها ماشي طيب انا دلوقتي هحسب الحزبة دي كده وانزل الرقم هنا واحسب القمه دي وتطلع القمه هنا. وده هيكون ضغط مين؟ ضغط الهواء. تعال اقول لك على الرقم هيطلع معك بكم هنا؟ هنا الضغط ده. هيطلع معي بعد ما حسب القصه دي كده تطلع معي مية ستة وتسعين علامة خمسة ستة. ولما حسب ده هنا هيطلع معي تمنمية. ده هيطلع معيش يا اسف. ستمية ستة وتلاتين علامة اربعة تمانية. طبعا انا بجيب لك النواتج من المذكرة. عشان ما نعودش نضيع وقت زي ما احنا قلنا قبل كده في الحسابات. ط طيب. ده هنا هوات معي. هتجيب ده الجنب التاني بعكس مين؟ الاشارة. فتقول ضغط الهواء هوات. بيساوي مين؟ بيساوي ده كده. ماشي. اللي هو الضغط ده. القمه ده هيطلع ستة وتلاتين علامة اربعة تمانية. مين اللي جاي لها هنا؟ جاي لها ده كده بعكس الاشارة. طب هنا ماله موجب يبقى الجنب التاني سالم. طيب احسب بقى دول كده مع بعض. هيطلع معك ضغط مين؟ ضغط الهواء هيطلع معك ربعمية واربعين. تم كده جماعة؟ طيب ده كده حل المسألة دي كده. طبعا دي واحدة هنا باوند على الفتق الستنين. لانك انت معاوة بالباوند هنا. ماشي يا جماعة كده؟ طيب. طبعا ما يجيش واحد بيقول لي ده طلعها ربعمية واربعين. انا نطلع الى حزبة مش عارف ربعمية وتسعة وتلاتين وشوية. ما هو تقريبيا ربعمية وكام واربعين. ماشي يا جماعة؟ طيب ده كده حل المسألة دي. مراجعة كده اسرائي على الموضوع هنا عشان نفهم القصة ماشي ازاي. وندخل بقى في اخر واحد ملعة متساوية. ضغط عند واحد بيساوها عند اتنين. فلما جيت المسألة احسب عند اتنين. طبعا ما كانت طالب ضغط قياسي في الضغط الجواب مش معارف حساباتي. هامشي في السهل ده. هقول جما اتش تلاتة. لاني ارتفاع الحتة اللي مشيت فيها بتاعت السهل بتاع الزيبك هو اتش تلاتة. اهو. طب لما اجي هنا عند الحتة دي عند واحد. حاجة بصه من فوق مش هلاقي حاجة. طب هو قال لي الضغوط من فوقه انت نازل. طب ما ترحل نفسك شوية. ما هو نفس الم المنفس المستوى الافقي. هتجي تحسب هتلاقي ضغط الهوى. ده اول حاجة بتقابلها. وبعد كده ضغط مين الاويل. يبقى جاما اتش بتاعت الاويل. طيب هو ارتفاع الاويل اديه في هنا الحتة دي يكون لها كده. اللي اديه هنا اتش واحد اتش اتنين. طيب هل انت عندك مشكلة انك تجيب الجاما? لأ هو مديك الاسي جي بتاعت الاويل والاسي جي بتاعت الزيبك. تم كده? الاسي جي بتاعت الاويل بتساوي الجاما اويل على جاما مية. اقرب دول في بعض. يطلع معاك مين? جاما اويل. نفس الحاجة هنا للزيبك. اسي جي بتاعت الزيبك. تسوي جاما بتاعت الزيبك على جاما بتاعت المية. اقدر بتنضل في بعض. يطلع معاك جاما مين? جاما زيبك. اصبح ان الجامات معاك. هعوض بجاما زيبك هنا. وعوض بجاما اويل هنا. خلاص كده الجامات اهيل. ومن المطلوب بتاعي البي اير. طيب يتفضل لك اتش واحد واتنين وتلاتة. كلهم بواحدات الانش. ما ينفعك تشتغل انش مع فت. اعمل ايه عشان اح تسنتو على اتناشر. طلع معاك حل المسألة. بس. حسبت لده. وحسبت الليلة دي كلها جات هنا. قمت جاب ده بعكس الاشارة الجنب التاني. وقلت ده نايس ده. طلع معاك. بس كده. ماشا يا جماعة? ده كده حل المسألة دي. اخر حاجة بقى معاك في الحصة دلوقتي وحاجة عبطة خالص. وهقول لك يعني تحاول تعرفها ازاي في المسألة او تبقى فاهمها وماشية ازاي. حاجة اسمها هيدروليك جاك اللي هو المجبس الهيدروليكي. طيب المجبس الهيدروليكي ده بيعتمل على نفس القعدة بتاعت ان الضغوط على مستوقف قوحة بمالها متساوية. طب اول مجبس الهيدروليكي ده اللي هو هيدروليك جاك وسعب بنسميه هيدروليك ليفت. اللي هو انسيادتك لما بيكون سائل عربية ويحصل حاجة في الكويتش مسلا. طبام? ساعتها بتروح لأربية بتاع الكويتش ويقومها جاي عمل ايه? جاي بحاجة اسمها كوريك يحط تحت العربية ويقدر يغط فيه كده عشان ينفع لك مين العربية. هو ده فك هيدروليك جاك. تمام كده? طيب انت لو دخلت طبعا على الراجل في الورشة بتاعته وقلت له هيدروليك جاك هيعلقك. تمام كده? ما يفهمش الكلام ده. عشان يبقى اضحيه. تمام كده? طيب ايه فكرة الموضوع ده هنا? الموضوع ده هنا بيعتمد ان ازاي اصلا انت كشخص تمام? جسمك صغير ووزنك اقل تمام من العربية مسلا وعن طريق حركة معينة بتحول ضغطك ده الى الضغط بتاعها العربية عشان يرفع الجزء ده. عن طريق طبعا الوسيل اللي هي مين? المجبس هيدروليك. طيب. هو الموضوع هنا مش قصة علمية بقى نتكلم فيها قد ما نتكلم في الحاجة اللي تخصنا قوي. تمام? ان هو بيعتمد على فكرة ان الضغوط على مستقفك واحد متساوية. طيب. يعني ايه برضو هنا الحاجة اللي انا هستخدمها? باللي نخصك انت كطالب. مش عايز اخش معك في الفصيل التانية انت اغفغين عنها خالص. طيب هو المجبس ده عبارة عن. لما هو يجي لك مسلا مجبس زي ده كده مسلا هوت. ولكن مسلا ده الجزء الصغير. و الضغوط هنا عند الحاجة دهية بيساوي الضغط عند هنا. الضغوط على مستقفك واحملها متساوية. طيب. اللي هو نفس الشكل اللي انا عملهم من شوية ده كده. اللي هو ده كده هو. ده هنا الضغطة بتاعتك هنا مع اللي هنا. الضغوط على مستقفك واحملها متساوية. طيب. ايه اللي بحصل بقى في القصة دي هنا بقى? انت عندك قانون واحد هو اللي بتشتغل به. ايه هو القانون ده? قالك اف واحد على ايه واحد? بيساوي اف اتنين على ايه? اتنين. واللي هو كده كده عصلا القوة بيساوي مين؟ الضغط بيساوي مين؟ قوة على مساحة. فطبعا الضغط اللي هنا هو الضغط اللي هنا. ليه؟ عشان الضغوط على مستقف قوة واحد متساوية. طيب بالنسبة للمجبس الاولين ده هو. ضغطه ايه? اف واحد اللي هي القوة على المساحة. طيب بالنسبة للتاني اف اتنين على ايه اتنين. تمام؟ ده كامو من الاخ. طيب. انا بقى عايزك في المسألة لما يجي لك حاجة معينة كده هفصصلك تعملها ازاي اولا اولا انا اللي بتحكم في الموضوع كله ماشي الشخص اللي ماسك المكبس بيضغط عليه. صح كده؟ طيب اما بيضغط على المكبس ده بيرفع مين؟ العربية. فانت عندك حاجتين واسلتين موجودين شخص وعربية. مظبوط كده؟ طيب. من الشخص الاقل وزن؟ من الحاجة الاقل وزن؟ اكيد الشخص والعربية هي اللي اكبر مين؟ اكبر وزن. طيب لما يوجي في المسألة يتكلم على حاجة سمول بيستون وساعات ما يكون يجي يتكلم ويقولك بيستون تبقى انت محتار هو بيتكلم على واحد ولا كنين مسلا. خليني دايما خليني دايما معك كده ان واحد ده هنسمىها اللي هو بتاعة الشخص. واتنين ده هنتكلم على مين؟ على العربية اللي بيرفعها. تمام كده؟ تمام. فلما جا اقولك هنا اسمول بيستون اريا يعني مساحة المكبس الصغير. ساعاتا ممكن تحترها هو واحد هولا اموت ا zwei. خلاص احنا متبقى ان الحاجة الثغيرها حاجة الصغيرة هي مين? هي واحد. ياسمول بيتون ده المكبس الصغير هو تابعة واحد. لما بقلك لارش بيتون rice minded dual. اللي هو المكبس الكبير هيكون تابعة مين? تابعة اثنين. طيب. ووهو نفس مبدأ لو انا جيت قلت لك مسلا ايه؟ بيرسون مسلا يلي هو الشخص. الشخص ده مش عادي بعمل مكبس موساحته كذا. يسعى البيرسون ده هيعتiamo quini؟ على الحاجة الصغيرة طيب. الكاردة هوة. الكاردة اليه العربيتة. تم ما يقول لك كارويت وزن العربية يبقى هو عصده على اثنين وعلى واحد على اثنين ماشي كده طيب يبقى اف واحد على اي واحد بتسوي اف اثنين على اي اثنين ما تجي نقرأ المسألة اللي جاية عشان خد الطفة ما انا عايز اقول لك ايه تعال نشوف كده المسألة نقرأها مع بعض ونشوف انا عايز اقول لك ايه هنا في القصة دي بص كده سيد دي المسألة قدامها ايه ركز معرفة اللي انا اقوله دلوقتي عشان تبقى انت فاهم انا قصد ايه هنا اقول لك زي سمول بيستون تعال كده على حسب الشكل اللي هو مديولك هو العربية موجودة عند اثنين وواحد ده بتاع الشخص ذات نفسه اللي هو بيضغط بالمكبس بقول لك زي سمول بيستون سمول بيستون المكبس الصغير بقول لك هايز اريا اثنين من عشرة متر وستنين الله مكبس صغير وهو مسميه واحد هنا يبقى ده مين اي واحد طيب بقول لك كارويت اثنين العربية ده الجسم الكبير يبقى اثنين طيب وزناء ده واحد واثنين من عشرة في عشرة واسربعة نيوتن ده الي يامين اثنين هتقوله ده وزن مع الوزن وقوة ماشي وحتى الواحدة بالنيوتن هي طيب بقول لك انا مش عايف موجود على العربية موجودة عند المكبس الكبير تمام بعدك انا ركز زي لارج بيستون المكبس الكبير هايز ان اريا لمساحة تسعة من عشرة الله ده المكبس الكبير يبقى اللارج ده الي هو مين يبقى اثنين بقول لك بعدك ده مين ايه هي الكوة بتاعة التبقى المكبس الصغية ايه الشخص هياستخدمها عشان المكبس الصغية بتأكد اما هو عاوز ايه هنا احاوز اثنين اثنين من عشرة اثنين من عشرة يبقى مين اثنين من عشرة كارويت وازن العربية يبقى ده اثنين طيب بعد كده قاعد يتكلم بوك مساحة المكبس الكبير يبقى دائمين ايه اتنين يبقى الكبير هو خاص باتنين هو على حسب الشكل اللي بدولك هو طيب عايز من هنا عايز القوة يبتأثر على المكبس الصغير اللي هو مين واحد الموضوع اهبل خالص هو قانون بتعوض فيه خلاص ده هنا معطلات المسألة بالمطلوب بتاعها كلام اهبل خالص ماشي كده طيب ده هنا ال A 1 بتاعها التمين اللي 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 هو المكبس الصغير اللي هو Additionally F1 طيب F2 بتاعها التمين العربية اللي هو خاصة بالمكبس الكبير ايه القانون اللي عرض فيه F1 على A1 سوف F2 على A2 مساحة لما بدأك الحل لهاıyor لان الموضوع قانون بصعب خالص ده بعضها F1 هيا إيه واحد بكامي عندك إتنين من عشرة بعد كده إف اتنين عندك بكامي بواحد واتنين في عشرة والصدور السربعة إيه على مين إيه اتنين 9 من عشرة خلاص إما كده أتقول داف دا بيستależy 9 من عشرة في ف واحد تسعة من عشرة ف وحد سيع próprio الله نم Used size 8ين دولا في بعض إتنين من عشرة في واحد واتنين في عشرة والصدور سربعة إيه وبعدين التسعة من عشرة ده يقس معها تسعة من عشرة هنا وعها تسعة من عشرة هنا هي طبعا ده يروح مع ده يبقى f واحد بتساوي دف ده على ده يطلع معاكم اف واحد بتساوي كام هقول لك النتج على طول يطلع معاك اتنين وسبعة في عشرة واستلاتة نيوتون او كامل بداية خالص الاف واحد ده بيستهوا كامل الرقمين دول في بعض رقمين اللي موجودين دول في بعض على كام تسعة من عشرة زي ما انا عملت هم هتلاهوا حتى دول همت على كام تسعة من عشرة ده اف واحد طيب هو في افكار ممكن تجي في الموضوع ده مسلا في الحياة هي مش فكرة هو ممكن يديك مسلا انا ايه بقول لك المكبس الصغير يديك الاريدياس بتاعه اللي هو نص قطره ولا يلكن مثلا مثلا يعني اي حاجة اه يと思يشك انا اتنين من عشرة ماسي كدا مخالج لك الرقم واحد من المية مسلا اه واحد او واحد من المية اي حاجة يعني يقولك الاريدياس اللي هو نص قطر بتاع المكبس الصغير يقولك بكزا اي رقم انكا ونفس الوضع مثلا على المكبس الكبير ولا يتوك مثلا ثمانية من المية يديك مثلا نص قطر بتاعه ساعية انت السيادتك محتاج مساحة صح؟ بقى هنا لو هو ماديك نص الكتر الاولاني و نص الكتر الثاني انا ممكن من خلاله اجيه احسب مساحة بتاعت النص الكتر الاول والمساحة بتاعت نص الكتر من التاني لما احسب ايه واحد و ايه اتنين اعوض بهم هنا او لو انت جيت اعوض بقلون المساحة هنا ماشي هتلاقيه بعدما تختصر الحاجة اللي فعل بيضي هنا مع اللي هنا هتلاقي ان الر 1 وس 2 مع الر 2 وس 2 ماشي كده فده ممكن لو هي حصلت واتغيرت وجات لك نصف كتر هتلاقي ان القرون بداعك هتحول بقى كده ماشا يا جماعة ده كده نهاية الحصة معايا وكده موضوع الضغط بالنسبة لي كده خلص ان شاء الله ده يا جماعة حصة الجاية هنكمل على خير بإذن الله مع السلامة